تواصل مصر جهداء لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة رغم العراقيل من الجانب الإسرائيلي هذا وتستمر قوات الاحتلال في اتباع سياسة التجوية من خلال تقليص عدد الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وأدوية في الوقت الذي يحتاج فيه قطاع غزة إلى المعانات لمجابهة الجوع والمرض المزيد من معبر رفح مع مراسل التلفزيون المصري محمد الخلصيب نعم مشاهدين الكرام بعد التحية لازم نتابع معكم حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي زادت من حدة التعنت وذلك بتخفيض عدد الشاحنات التي تجهت إليها حيث توصل عدد الشاحنات إلى 31 شاحنة فقط هذا بالإضافة إلى أربع شاحنات كانت تحمل محروقات 31 شاحنة من قام بتفريق حملته وصل إلى خمس شاحنات فقط من المساعدات الإغاثية والإنسانية إذن نحن أمام مسلسل تعنت كبير والتنكيل بالشعب الفلسطيني الشقيق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس كانت هناك انفراجة نوعا ما حيث وصل عدد الشاحنات إلى 60 شاحنة وسمحت قوات الاحتلال لبعض الشاحنات التي تحمل مواسير لمياه الصرف الصحي بالعبور وتفريق حمولة هذه الشاحنات ولكنها في المقابل رفضت شاحنات التي كانت تحمل دقيق وتحمل رزو وتحمل يعني مستلزمات للمنازل ومستلزمات الخاصة بالأطفال كلبا للأطفال والحفظات وغيرها إذن نحن أمام مسلسل تعنت كبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تجويع الشعب الفلسطيني الشقيق والتنكيل به على جانب آخر لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس الهجمات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من الناحية الأخرى من معبر رفح وبالتحديد في تل السلطان والحية السعودي 1 و 2 و 3 فبالفعل كنا نسمع دو انفجارات كبيرة قادمة من الناحية الأخرى من معبر رفح هذا هو المشهد لدينا إلى الآن وأعود إليكم مرة طبعا